أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السفر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية وحفت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآة الحيوية والمدنية وأمن المملكة مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآوينة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة